يتطمن جدول أعمال الدورة الأولى العادية للجمعية العامة للمجلس العلال التهذيب 2023 عدة محاورة من بينها عرض التقرير الذي أعده المجلس والموجه للحكومة والمصادقة على خطة العمل 2023-2024 وكذا عرض تنفيذي لميزانية 2023 ومشروع ميزانية 2024 تلتأم دورتنا هذه في الوقت الذي أشرف فيه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني يوم أمس انطلاقة السنة الدراسية 2023-2024 ويترجم هذا الحدث مجددا حرصه الشخصية على انتشال منظومتنا التربوية مما شابها لسنين بل عقود عديدة من فشل في خياراتها التربوية وما رافق ذلك من سوء في تدبير وتسير مواردها كما يعكس هذا الحدث كذلك عزم فخامة الرئيس وإصرار حكومته على رفع التحديات التي تعترض المنظومة التربوية حتى تكون بحق رافعة قوية لتنمية وتجسيدا فعليا لخيار المدرسة الجمهورية زملاء العزاء لقد عكس القانون التوجيهي في مقاربته التشاركية وشموليته الإصلاح الذي ننشد لمنظومتنا التربوية إصلاح يؤسس لإقامة مدرسة جمهورية يقول رئيس الجمهورية يجد فيها كل طفل موريتانيين فرصة ليتألق وتتفتق مواهبه في سياق تربوي سليم ومتشبع بالقيم الإسلامية والثقافة العربية الإفريقية يذكر أن المجلس العلال التهذيب هيئة مستقلة واستشارية في خدمة قطاع التهذيب الوطني وتخطع لوصاية رئاسة الجمهورية